يعني عشان المطشين هناخدهم مع بعض كده كومبو مطش جيبوتي بكرة والسيراليون يوم 19 جيبوتي الحقيقة دورنا كتير اللبن حاولنا نطلع اي حاجة تقدر تختصر جيبوتي في أرتا سولار يعني من الاخر كده سيراليون قصة مختلفة سيراليون الحقيقة شغالين بشكل كبير جدا على اللعيبة اللي من أصول سيراليونية لكن اتولده في أوروبا وشغالين على عدد لبأس به من المحترفين صحيح مش في الأندية الكبيرة مش في الدوريات الكبرى لكن في النهاية عندهم عدد محترم من المحترفين وده اللي هنستعرضه معاكم بس الأول خلينا ناخد اللي يخصنا قلت لكم قبل الفاصل عندنا 105 لاعب محترف أجنبي بيلعبوا في أندية مختلفة هنا في الدوريات المصرية طيب كم واحد منهم راح أو تم استدعاء للمشاركة في منتخبات بلاده وكم واحد منهم دولي مع منتخبات بلاده الإجابة عند أحمد وبلال كم واحد بقى من 105؟ 14 من 105 يعني المفترض أن أنت بتتعاقد مع لعب محترف علشان يثري الأداء الفني في الدوري ويبقى الكواليتي كمان ويففع المستوى كواليتي المحترفين نحن عارفين في دوريات في العالم زي الدوري الإنجليزي مثلا بيشترط شروط معينة اللعب علشان يحترف في الدوري الإنجليزي لازم يبقى لي عنده نسبة مشاركات دولية ويبقى لي نسبة مشاركاته مع ملتخب بلاده وما تقلش عن نسبة معينة فالرقم طبعا اللي احنا قدامه دلوقتي في عندنا 105 لاعب محترف داخل الدولة مصر ينضم منهم 14 لاعب فقط يعني في 89 لاعب محترف لم ينضم لي منتخبات بلاده بالضبط الـ 14 لاعب طبعا حسن إيموراني لاعب مودرن فيوتشر وده من بنين بعد كده دوكو دودو لاعب سموحة من أيضا من منتخب بنين فيستون مايلي مهاجم بيرامدز الكونغو الديمقراطية وبلاتي توري طبعا برضو من بيرامدز من بوركينا فاسو ما بولولو من التحديث كان لديه هل هي لعبنا بلاتي توري ده هيواجهنا في مرحلة من المراحلة من بوركينا فاسو ومعنا في المدموع بالضبط ما بولولو طبعا هو أفضل وأميز اللعبين المحترفين أو المهاجمين المحترفين حاليا في الدولة المصر هدف الدوري بيلعب في منتخب أنجولا باسونجا لاعب ودي ديجلا هو من أغندا وودي ديجلا بيشارك في دوري الدرجة الثانية بيرستاو طبعا وقاليو ديانج من النادي الأهلي منتخب جنوب أفريقيا ومنتخب مالي حميد ماو من طلاق الجيش منتخب تنزانيا وأرند من لاعب الجونة منتخب مدغشكر ياو أنور من الإسماعيلي منتخب توجو جيفيردسون إنكادا من فاركو منتخب غينيا بيساو سيف تيري من فاركو أيضا في منتخب السودان موزيس توراي من فاركو في منتخب سرياليون اللي هيواجه المنتخب المصري وأخيرا محمود ودي طبعا لاعب المقاولين العرب في قائمة منتخب فلسطين 14 من أصل 105 محترف رقم ضعيف جدا حتى كمان لما تشوف ديف عليهم مبدئين طبعا علي معلول تم استبعاده عشان الإصابة يعني يقول أدي علي وريدسطين ممكن يعني في القريب ممكن يبقى موجود مع منتخب هناك لعبة تانية برضو كانت مفوت استحقت النظام برضو وفي أميسي طبعا مع بلدية المحل أميسي آه لعب كويس أوي واللعب ده أصلا مع جنسيتين مع جنسيت بروندي وجنسيت كان بيع في بلجيكا في اندرلاخت مع جنسية البلجيكية برضو فهذا لعب كويس جدا يعني كان بيروح دائما في المنتخب مع بروندي لكن المعسكر ده يعني ما نضم شليه في التصفيات وفابيو أكيم طبعا الناجيري بتاع بلدية برضو لعب كويس جدا وعنده سرعات لعب مميز جدا وبيتر موتوموسي اللعب زد رقم بلعب رقم ستة ده كل غولي بتاع لعب كويس جدا برضو لقد شايف انه هو كان يعني ده ممكن يخلينا مفكر يعني دايما انت بتتكلم على فكرة المحترف اللي زي ما بلال كان بيقول انه أكيد طبعا انت بدان بتجيب كواليتي من بره يعني ما لقتهاش جوه وخصوصا انك بتدفع بالعملة الصعبة ده مفترض انه يتم التفكير بيه بشكل مختلف اذا كنت عايز ترفع مستوى المنافسة اذا كنت عايز ترفع مستويات الاحتكاك لعيبة المصرية لما تحتك مع مستويات محترفة ولعبين محترفين جايين من الخارج بالتالي ده يرفع من المستوى الدوري هل شايفين انه معادلة دي فيها خلل محتاج نبص عليه ونتكلم فيه أكيد بكل تأكيد يعني احنا احمد لو جينا نعد المحترفين المؤثرين في النتائج او اللي بيقدروا انهم يحجزوا مكان اساسي في تشكيل الاندية هتلاقي الموضوع يعني بعيد لا يعني انت فيه اندية بتلاقي على الدكة انت كل النادي ليه خمس محترفين في بعض الاندية بتلاقي على الدكة من ثلاث لاربع لعبين محترفين طب هو انت بتتعاقد مع او فيه اندية دخلت في مشاكل وإقاف قيل بسبب انه هو بيتعاقد مع لعبين محترفين وبعدين بيكتشف ان مستوى المحترف لا يليق اصلا او مرضوده الفني مش بالشكل اللي منتظر فبيغدخل معاه في قصة وإقافات وشكاوي وممكن يدمر نادي ابرز الامثلة نادي الاسماعيلي داخل في مشاكل كبيرة جدا وعليه ارقام كبيرة جدا بسبب بعض اللاعبين يعني لعب ارجنتيني ولاعب بعض اللاعبين اللي ما ثابتش اصلا بصمة في الدوري فلا يعني يجب على الاندية ان هي تراجح حسابتها اولا في مستوى المحترفين اللي بتنتدبهم للمشاركة مع الفرق المصرية في الدوري علشان زي ما انت قلت انت بتدفع بالعمرة الصعبة ده رقم واحد ورقم اثنين علشان انت الهدف ان انت تجيب حد مش شبه اللاعب المصرية ويرفع من مستوى المنافسة ومن مستوى الدوري طبعا او انا ممكن مثلا يعني ممكن احط التصور كده مصطفى انه طبعا لو اجيب حد من الارزنتين ما ينفعش اقول انه شرط يبقى لعب دولي او لو حد من من البرازيل شرط يبقى لعب دولي ده يعني مبدئين حتى لو معاي قدرة المالية ان انا جيبه غالبا هو شخصان رغبته هتكون يلعب في ارقاء لكن هل ممكن اقول مثلا انه مدام بجيب من افريقيا تحت السن او فوق السن هل ممكن احط شرط المشاركة الدولية مثلا يعني او لا ده شيء مستبعد وبعيد عن امكانات الاندية المصرية عموما لان انا مش بكلم بس عن عنديها كبيرة او اندية عندها قدرات مالية عالية لكن بتكلم على معظم اندية رغم ان الاندية دي كلها عندها يعني عندها عدد كامل 105 على 18 نادي يعني انت بتكلم تقريبا في متوسط اربع لعيبة في كل نادي تقريبا يعني فهل ممكن القصة تبقى ماشية بالشكل ده من التقنين ولا ما تعتقدش ان هيكون صعب جدا يبقى الموضوع مختلف يعني صعب لان انت بتكلم في ان الشرط ان انت يبقى لعب دولي او لفي نسبة مشاركة ده يبقى حسب هتكررنوا ما بينه وبينه كواليتي بتاعي افراد لعب كواليتي مثلا مثل انت قلت بمسلا ببرازيل او لعب مثلا زي إلندي اللي بيلعب في صن دورز لا انا بقول انا بقول اخلي دعا لمساق افريقيا بس يعني لو كلم على امريكا اللاتينية او بتكلم على دول كبيرة في كورة القدم ان لو جبت لعيب كلاس بي من البرازيل او الارجنتين او اوروجوي انا متأكد انه هيبقى اضافة كبيرة جدا للدولي لمصر لانك مش هتقدر في النهاية جيب كلاس ايه ولو قدرت جيب كلاس ايه هو هيبقى عايز يروح اوروبا او هيبقى عنده قرية عروض من اوروبا لا طبعا شايف في افريقيا ممكن يعني لو انت بتتكلم في حتة الافريقيا وكمان بس يعني نسبة اللي عايز نسبة المشاركة لابقى يبقى صعب تربطه مع بعض يبقى مختلف لكن بشوف ان هو في افريقيا لأ انت طبعا الانديا الانديا عندنا زي الاهلي والزمالك وبرامة انديا طبعا لها اسم كبير ولها تاريخ وكمان غنية فبالنسبة له من هذا حافظ كبير جدا ان اي لعبة حتى لو تحت السن شايفين مثلا زي اكيم زي ما تكلمنا اكيم واميس لعبة كلها كانت اميس ده محترف في اندرلاخ